مكتوب أيضا أحباء في رسالة يحنى نحن نحبه لأنه هو الرب أحبنا أولا وقبلا أيضا قبل تأسيس العالم وأحبنا أولا رسالة يحنى الأولى صحح 4 والآية 19 السؤال كيف الله أحبنا خلينا أحكي على نقطتين في غاية الأهمية وعاوزك تركز معي في هذا الموضوع أولا أحباء الله أحبنا أو خلينا أقول من محبة الله ومن هذه المحبة الله خلقنا الله خلقنا بسبب طبيعة المحبة بسبب محبة الفائقة المعرفة المحبة الأبدية الأزلية الغير متغيرة اللامحدودة هذه المحبة العجيبة العظيمة التي نحتاج كل الأبدية لكي ندركها ولكي نفهمها أحبنا خلقنا لاحظ لأنه الله أحبنا قبل تأسيس العالم ولأن طبيعة المحبة الله خلقنا على صورته كشبهه ومثاله صورة حية تعبر عن من هو الله فالله خلق العالم كله في ستة أيام السماوات والأرض وكل الخلائق في ستة أيام ولكن أحبائي في اليوم السادس عندما خلق الإنسان الله ميزه متميز فريد عجيب الإنسان تركيبته عجيبة هاي الصفة لم نجدها في الملائكة لأنه الإنسان مش الملائكة مخلوقة على صورة الله بركز أنه مش الملائكة لأنه بعض الأشخاص حاولوا يعملوا الموضوع هرتقة أو بدعة كأنه الله خلقنا بقدرة الملائكة كأنه نحن على صورة الملائكة لا الملائكة خادمة أرواح خادمة ملهاج جسد ولكن الإنسان مخلوق على صورة الله كشبهه الصورة الكاملة الصورة الأدبية الصورة الأخلاقية الصورة العقلية والروحية كشبهه في الخلود في القدرة القدرة على التفكير والمنطق والحكمة والسلطة كما يقول تسلطه على عمل يديك التسلط على كل الخلائق فالإنسان يسمع يبصر يتكلم القدرة على التعلم من بداية الخليقة لم نرى أي حيوان يتطور أو يتكلم أو يعني أو يخترع أو يبتكر أو يعبر عن لغة فالإنسان أحبائي شخصية عظيمة جدا استطاع أن يصل القمر وأن يزداد في القدرة والعلم والحكمة كل يوم يعني فهذا اندل على شيء بدل على صورة الله الحية الصورة الأدبية الروحية الأخلاقية المنطقية يعني نشبه الله في هذا الموضوع عدا أنه الله هو أزلي طبعا مخلوق على صورة الله أي متميز فريد لأن يعني إحنا مخلوقين لنا نفس وجسد مادي وروح غير مادي الروح تتواصل مع روح الله ولأنه مخلوقين على صورة الله الله أعطانا حرية التفكير حرية الإرادة فالإنسان مخلوق عاقل عنده الذكاء ويتطور عنده قوة الاختراع والإبداع والابتكار يستطيع أن يكتب يستطيع أن يتكلم لغات ويفكر ويطور فإذن هذا نحن مخلوقون على صورة الله مخلوقون لاحظ الكلام ذكر وأنثى على صورته كشبهه فإذن لما الله جمع الإنسان الأول كان فيه نظام إلهي الله خلقه هندسة إلهية الرب زبطها الرب حبكها ليس جيد أن يكون آدم وحده صنع له معين نظيره أي من أخذ ضلع من آدم وركبها عمل تركيبة حواء ويكون الاثنان جسد واحد فأي طريقة أخرى سواء من زواج أكثر من إمرأة أو شزوز أو أي شيء آخر يعتبر ضد الله هذا هو نظام الله ولكن الإنسان هو إنسان مخلوق في الفساد والشر يبدأ يبتكر ويبدأ ديانات تريحه وتسلط الضوء على أمور اللي هي تعاند الفكر الفكر الإله وهذا من أخذ له طبعا موضوع آخر فإذا الإنسان متميز جدا فمن محبة الله خلقنا على صورته كشبهه الوحيد بين كل الخلائق هو الإنسان اللي خلقوا على صورته كشبهه طبعا عشان ما نغلط الصورة الأدبية الروحية هذا هو المقصود ترجمة نانسي قنقر